يبدو أن ميليشيات الحوثي تصير على المضي في الاتجاه المعاكس لمساعي السلام في اليمن وإحلال الاستقرار في المنطقة ذلك ما كشفت عنه تقارير استخباراتية تؤكد عزم الميليشيات الاستمرار في تطوير قدرتها العسكرية العدوانية في ظل تدفق الأسلحة المهربة إليها من إيران عبر البحر المصادر أوضحت أن الضابط الإيراني عبد الرضا شهلاي الذي نجى مطلع ديسمبر الماضي من ضربة جوية بالقرب من صنعاء يشرف على بناء منظومة الدفاعات الجوية للحوثيين وتتكون من شبكة صواريخ سام وراصد المهربة من إيران إضافة إلى إنشاء منظومة اتصالات لتشويش الإلكتروني على الطائرات تتكون من سبع محطات وزعت على مواقع جغرافية مختلفة تبدأ من الشمال المحطة الأولى في جبل الجميمة في مديرية حيدان بصعدة أعالي جبال مران ومحطة في جبل المفرق بمنطقة حرف سوفيان بين محافظات عمران وصعدة والجوف ومحطتان في محيط صنعاء وحدة في جبل ضين بضاحية همدان تطل على قاعدة الديلم العسكرية ومطار صنعاء من الجهة الشمالية الغربية ومحطة في جبل براش شمال شرق مدينة صنعاء ولأهمية الوضع العسكري في الساحل الغربي والضالع أنشأ الحوثيون محطة في جبل خبت النويرا بمحافظة المحويت المطل على الحديدة وفي جبل رأس غرب إب محطة أخرى تطل على مراكز قيادة القوات المشتركة جنوب الساحل الغربي والمحطة الأخيرة تشير التقارير إلى أنها في جبل العود والذي يطل على مناطق شمال الضالع الحسن الحدادي الحدث